بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درسنا لهذا اليوم معرفة المفردات من الأسماء والكنا والألقاب المقصود بالمفردات أعزائي الطلبة أن يكون لشخص من الصحابة أو من الرواعامة أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء وبالعادة هذه الأسماء المفردة الغريبة هي يصعب النطق بها والتلفظ بها فائدة معرفة المفردات من الأسماء والكنا والألقاب عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبة من الأمثلة على المفردات من الأسماء والكنا والألقاب نبدأ بالأسماء فمن الصحابة أجمد ابن عجيان كسفيان وسندر بوزن جعفر ومن غير الصحابة أوسط ابن عمر وضريب ابن نقير ابن سمير أما في الكنى فمن الصحابة أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه هلال بن الحارث ومن غير الصحابة أبو العبيدين واسمه معاوية ابن سبرة أما الألقاب فمن الصحابة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه مهران ومن غير الصحابة مندل واسمه عمر ابن علي الغزي الكوفي من أشهر المصنفات في المفردات من الأسماء والكنى والألقاب كتاب أفرده البرديجي بالتصنيف وهو كتاب الأسماء المفردة أيضا يوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواه كثير من الأسماء المفردة مثل كتاب التقريب التهذيب للحافظ ابن حجر هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم